أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية أن الحكومة لن تفرض أي ضرائب جديدة على المحروقات والوزيرة أوضحت في تصريح صحفي أن الحكومة قررت استبدال الضريبة النسبية بالمقطوعة والتي لا تخضع للزيادة في حال ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً وأكدت أن تحويل الضريبة النسبية إلى المقطوعة لن تزيد الكلف على المواطنين وأنها جاءت بسبب آثارها الإيجابي على الخزينة من ناحية عائدات المستقربة ترجمة نانسي قنقر